يا جماعة الخير كما تحدثنا البارحة عن وزير الخارجية الفراءة الإسبانية على أنه بيستتمت إعلام رسميا عن موقع وزارة الخارجية الإسبانية أن وزير الخارجية سيزور الجزائر واعتبرت أن هذه الزيارة ستبدأ صفحة جديدة صفحة جديدة بين البلدين جزائر عادت إلى بيت الطاعة حقيقة عادت إلى بيت الطاعة وطلع وزير الخارجية الجزائري قال لك بأن إسبانيا غيرت موقفها كذبناه أوردنا ما يثبت بأنها أكاذيب إسبانيا لم تغير موقفها كانوا يرهنوا على أن رئيس الحكومة صانشاز يرحل ما حاجة نزل ضم فيها عهدة أخرى لسنوات ما بقى لهم حتى شيء وزير الخارجية لأن الصحافة الجزائرية هاجموا أصبحت فجأة الصحافة الجزائرية تتحدث على أنه ستكون هناك زيارة لرأب الصدع وإعادة اتفاقية الصداقة وكذا وكذا وفجأة تخرج صحيفة إسبانية كبيرة وتكشف على أنه تم تأجيل زيارة ثم عشر ساعة قبل ما ينطلق وزير الخارجي أولاً كان الجزائر على وقال لك بصدر دبلوماسي الجزائر هو اللي بلغه أولاً هذا سلوك غير دبلوماسي أنك ترتب تجارة تتحضير ليها وفي دقائقها الأخيرة تبلغهم أنك أجنتك ما تسمع هذه الزيارة ليس رنديفو بيزو هل هم عندها أين مات هم يرتبوا فيها أولاً سلوك غير دبلوماسي يدل بأن الدول تتعامل مع إصابها وهذه ستكون لديها تأثيرات سلبية على الجزائر وعلاقتها مع الدول الأغرى هذا هي الحقيقة هذه الحقيقة هذه ما هيش دولة أرواح كذا كذا الغارة تتحدث مثلاً هذه هي مثلاً صحيفة 20 دقائق إسبانية نوري لكم وش حكاة والله نظام يدير في واحد المهازل يعني والله العظيم هذه أمامكم ماذا تحكي هذه الصحيفة تقول الجزائر تؤجل زيارة ألباريس لطبيع العلاقات مع إسباني لأسباب تعلق بالأجندا التعامل المهم هو شيء يقول لك تم تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون البراس إلى الجزائر يوم الإثنين إلى آخر لحظة لأسباب تتعلق بالأجندا الجزائرية حسب ما أفاد مصادر دبلوسية لم تقدم المزيد من التفاصيل عن المشاكل التي يزعمها التفاصيل يزيد يقول لك يزيد يقول لك ولا يوجد حتى الآن موعد جديد لعملية هذه التأجيل التي كانت ستتم بدعوة من وزير الخارجية الجزائر أحمد عطار كما أعلنت الوزارة التي رأسها ألباريس يوم الخمس وكانت هذه الزيارة فرصة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في مارس 2022 نتيجة دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي المغربي في أطحرة ثم بعد ذلك تقول نرى فيها واحد اللفظ المهم الجزائر اخترت وهي الدعم الرئيسي لجبهة البوليزاريو سحب سفيرها من مدريد وفي نيونيو من ذلك العام بعد أن أكد أنه لن يكون هناك تراجع علق الرئيس عبد المجيد تبون معاهدة الصداقة يعني لما تواصلوا مع إسبانيا قالت لهم لن يكون هناك تراجع عن هذا القرى ما كانش هذا اللي يورد في هذه أني نقلاته صحيفة 20 دقيقة بالناطقة بالإسبانية عن صحيفة عن صحيفة إسبانيا يعني فرش ساعة قبل المواد تبلغوا بأنه ما الأجن أنا نقول هالكم هناك قراءات وهناك بعض المعلومة بل القراءات معروف عليه في الجنب الديبلوماسي أنها تكون تحذيرات لما تعلن الوزارة الخارجية أنه يكون ضبط الأمور من جيش رايحة الطرف الأخر قالت بي دعوة من أحمد عطاكي فيش تدعي تبقى 12 ساعة ما وعد كله لا ما عمديش وقته الأجندة التي عمليانها هذا يضحك بي على ضقون الناس ما يقبلها حتى واحد المسألة وما فيها يا جماعة أن الجزائر عطافوا جماعتهم رفعوا من سقف توقعات بحيث لأنه كين يلتقوا البروتوكول من الطرفين وينظموا أجندة الزيارة ومسيحة حتى البيان الختامي للزيارة كيفاش تكون فوقع الخلاف في مسألة الصحة الطرف الإسباني أكد على أنه لن يكون أي حديث على قضية متراجع عن دعم الحكم الذاتي أو حتى عن الحكم الذاتي لن نتكلم راح يكون كلامه يقتصر على جملة واحدة هي دعم الحل السياسي ودعم مبعوث الأمم الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ونهائي إلى هذه القضية هذه الجملة اللي حابين يديروها الإسباني كنت هذا الجزائريين لا كانوا حابين يرفعوا سقف التوقعات أنهم يدخلوا جملة أخرى بعض من بين هذه الجمل جمل أنه من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير حابين هذه فوت الجمل ووقع الخلاف على هذا الملف فهذا الملف الجزائر رفض لأن الجزائر في ورطة اللي ورطهم عطار لما قالهم بل يرى إسبانيا تراجعت وهم يريدون أن يسوقوا هذه الزيارة هما ما قالوش ماعلنوا حتى على شيء لكن هذه دعوة من وزير الخارجية وكانوا يتوقعوا أنه كانوا يدعوهم ورجعوا على هذه الساقة هما يجاملونها شوي هذه دول ما تجاملش يا أغبياء المواقف الدبلوماسية ما فيهاش مجاملات أو حكايات من هذا الطبيل فهي يريدون صوت للجزائريين في ظل الاستعدادات هذه العهدات الثانية تعتبون لأنه يتبون ركع إسبانيا فرنسا ما قدرون والجزائريين كلهم يقيل لهم بأنه ماكروا أهانهم وبهدلهم ورجعوا وحدهم إلى بيت الطاعة البريكس طردوه كان حتى إنجاز أرادوا هذا الإنجاز في غاز وفي حويش قال لك خلينا نحاولوا بهذا نسلو كما يقولوا وأن نبيضوا شوي وجوهنا أمام الجزائريين ونبيضوا لإعلام وروح يجي ويكمل اتفاق على تمرير جملة من كلمة الشعب الصحراوي قضية تقرير المصير قضية جملة من هذا النوع اللي تفوت حتى ما هو شرط يتكلم لهم على داخل مدد ما هو شرط إسبانيا لن تحرج الجزائر طبعاً داخلها في إطار نوع من أدابة لما سينا الدول مش رح يجيوا ورح يعلن أني من داخل الجزائر أن يدعم الحكم الداتية وهي أصلاً دائرة أزفى بين البلدين طبعاً مش رح يتكلم على هذا لكن الجملة التي كانوا رح يتكلموا عليها أنه إسبانيا تدعم معوث الأمير العام للأم المتحدة فقط رح يدعمها جملة عابرة وانتهى الجزائريين كانوا يسروا على ضرورة من حق الشعب الصحراوي بين الضبطين لتقرير مصيره فوقع الخلاف في مبادئ كي وقع الخلاف الله أعلم يعني ما عندي طائق كثيرة في هذا الموضوع على أساس أن الجزائر هي اللي ألغت ولا إسبانيا اللي هي ألغت كي وقع الخلاف خلاص أعتبر هذا الأمر يلغاء لكن من باب من باب نوع من اللدونة والتطلع لأن تكون في زيارة أخرى مستقبل يتم احتواء هذا الملف أجلوها ذكروا التأجيل بسبب أجندة معينة وكذا وكذا ولكن هذا كلام فارغ نزير خارجي يدعو ينغير الإسباني باش يزور ويتم الاتفاق 12 ساعة قبل يقول له الأجندة ما تسمحش ما قال له الأجندة ما تسمحش تم الاتفاق بين الطرفين على تأجيل هذه الزيارة بسبب هذه الخلافات حتى يتم مناقشتها وكذا ولكن إسبانيا للآن راهي أكدت بأنها لن تتراجع في دعمها للحكم الذاتي أن هذا القرار نهائي لا يقبل النقاش وأن هذا الموقع السيادي لن يسمح للجزائر ولا لغير الجزائر أن تناقش إسبانيا في مواقف السيادية هنا كان الخلاف أما أنك تريد تقول ما يرضي من أجل أن تعيد الصداقة الله يسهل عليك تعامل مع دولة أوروبية ليس تعاوني مع تونس تحقرها ومع حب تحقر مالي وتحقر نيجر وتحقر نيجر وغيرها لا هذه هي ريت اسبانيا ريت اسبانيا ما تعبث وقع خلاف كذا 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 واش يسموها الجزائر حب تجيبه وتتوق كاش ما يقول جملة فيها شوي من الغموض تسترسل على أساس ها هي وها هي الجزائر استطعت أن تركعوا جيب هذا الوزير ليعتبر من أبرز الدامعيمين للحكم الذاتي ورح يقول حول جملة لذلك مع ما حدث هي انتكاسة في هذا المشروع اللي الجزائر رجعت به البيت الطاعة الجزائر رجعت البيت الطاعة وحدها اسبانيا رفضت أي تنازلات في هذا الميل الجزائر رجعت وزيرها سفيرها الوحيد رجعت وحدها ثم بعد ذلك بقيت تنتظر أنها رجعته لعلشت كفاءها اسبانيا بأي شيء ولو جملة سيدي او قعد ما تترجعش ولكن قل لي جملة نرفع الحرج أمام الجزائر لماذا ورط نفسك بهذه الورطة أولا أزمة الجزائر مع إسبانيا غلط جزائري بانتياز موقف إسبانيا هو موقف سياد من قضية لا تتعلق بالجزائر لو أن إسبانيا أعلنت شيء يتعلق مثلا بحركة الماك أو أي حزب أو شيء داخلي جزائري أو شيء يتعلق بضرب مصالح الجزائر أنا عندك الحق الدين ولكن هم أعلنوا دعمهم الحكم الذاتي في خضية هي كانت مستعمرة بالأمس مستعمرة إسبانيا بالأمس خرجت منها إسبانيا استعادها المغرب وبعد ذلك الفيرن تعرفوه كيفاش استمروا المسلسل اللي ندفعه في ثمنه إلى يوم الهدف لذلك هذا الموعب في الزيارة على أساس أنه تأجيل بسبب خلافات حول بيان الختامي فيما يتعلق بقضية الصحة الجزائر أرادت أن تأخذ أي يا سيدي تبدي الغاز تبدي كل شيء قل لي جملة قل لي جملة فقط ولو تقول لي حاجة ترغني تقول لا ترهن دبلوماسيتك من أجل مصالح البوليزاريو تريخي رقم يا رقم في كامل قواتك العقلية ولا واش رقم واش وشين هذا المنطق هذا بلد تضيع في مصالحها تضيع في أصدقاءها تعزل في نفسها من أجل إبراهيم غاليد والله العظيم أرفض أن يعمل خادم عندي محترام لي كإنسان لكنه كمسؤول أرفض أن يعمل خادم عندي في الحديقة تعبين شين بلاد هذه بلاد هذه تضيع في مصالحها تعطيني أزمة دخلتوها استفدت منها المغرب دخل في أزمة مع ألمانيا جاب إشادتها بحكومتها دخل في أزمة مع إسبانيا جابها جاب اعتراف من مستعمر الأمس اللي كان يستعمر للصحراء بأنه المغرب عنده سيادة علي دخل في أزمة مع فرنسا ها هو ماكرو يتودد للمغرب نعم تودد عن طريق وزير خارجي لأن المغرب دولة مؤسسات عندها سياسة عندها مسؤولين همهم المغرب همهم مصالح المغرب همهم مواطن المغرب همهم آمن المغرب وهمهم وحدة المغرب الطرابية هذا اللي هم متاعهم كتبوشي همكم همكم بناتكم يصرفوا في أموال الشعب في الشانزيليزي هذه هي همكم ولادكم رهم في السفارات يضربوا بالأورو وعايشين خمس نجوم طرفوا والحراف وأعفوا لي سالي من ذكر الباقي تعرفون ماذا أقصد لا ما هيش هكذا هيا تببون من هارلي دخل الأزمة در دخل أزمة مع فرنسا رجع البيت الطاعة وحده بدون ما يحقق شيء هيا وش قدم تأشيرات أنا قلل تأشير إلكترونية فرنسا اعتذر لك ماكروا على ذلك الكلام المهين للجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا ولا شيء دخلوا أزمة مع فرنسا رجعوا البيت الطاعة رجعوا السفير وقعدين يتسولوا جملة تذكر فيها تقرير مصير ولا الشعب الصحراء وتم تأجيل هذه الزيارة ما تفهموش قال لك خلاص أيها قالوا لهم الإسبانية يتأجلوها وخلاص الجزائر اللي سربت الصحيفة إسبانية على أساس أنها الأجندة وش من الأجندة تابون بطال يتقبل في حزاب رؤسة أحزاب وقشبختة كل يستقبل فيها وش من هذا الأمر الآخر على حسب بعض ما وطلني أنه وزير الخارجية رح يستقبل من طرف تابون ورح يخرج يقول تصريح هذا الأمر ما يتعلق فقط ببيان أنت ختم الزيارة أو شيء من هذا قبيل بالبيان الذي رح يقراه بعد ما يستقبله تابون وطبعا سبب الأزمة وشهي هو موقف إسبانيا من الصحراء هذا هو ما موقفها إعلان إسبانيا مغربية الصحراء ويحتل هذه الأرض وتعرف تاريخها وعندها وثائقها وتعرف كل شيء يعني لو كان بعض قل كلها مصاح ما مصاح هي المصاح أنت عوري أكثر مع الجزائر الغاز الغاز يدي فيه الجزائر بأقل من سعر التكلفة المغرب بأنه دبلوماسيته مؤثرة وقوية جاب حقوقه يعني هما طلبوا يخرج من عند الرئيس هنا يتكلم يجب أن يذكر كلمة الشعب الصحرائي وحق في تقرير المصير يقول نحن ندعم ندعم المبعوث الأممي من أجل إيجاد حد سياسي يرضي الأطراف ويظن حق الصحراويين في تقرير مصر هذه هي الجملة التي يحبين يديرهم ويقولها الأطراف ما يمكنش تروح تطلقها مع التبون اللي قطع العلاقات ونألغى الاتفاقية الصداقة باش ترد هذه الاتفاقية بسبب السلام وتقول لش حتى الجملة دول ما تبيعش مواقفها ولا تشري مواقف الآخرين تول عندها سياسات عندها مصادح وعندها إدراكات من المستقبل أي المهم إخواني الكرام أنا أكد لكم بأن هذه الزيارة التي ألغي بطريقة عجيبة في إطار تحت مسمى التأجيل ومشوف فيه تأجلت وما يذكروش الموعد الذي تم تأجيله إليه أعرف بأن هذه رهي إلغاء مثل ما عملوا من قبل مع روحاني الرئيس الإيراني عندما قالوا بأنه خلاص أذكر أنا ذاك قالوا راه راح يزو الجزائر في فيفري كنت أنا وقفت وراء حملة عبر وسائل الإعلام لالي روحاني في الجزائر درناها وكانت هذه الحملة نولتها كل وسائل الإعلام كانت ضجّوا وصلت الأمور تكلمت عليها حتى الصحافة الإيرانية فتم إلغاء الزيارة يخرج بيان من الطرف الإيراني روجت الصحافة قالوا لها لن نمتلغى الزيارة تم تأجيلها إلى شهر مارس إلى يومنا هذا روحاني روحاني لم يزور وراه غادر وطلع إبراهيم رئيسي هو الرئيس الإيران وما زال روحاني أصل الجزائر وهو رئيس للجمهور ومعلومات في هذا السياق أن هناك ترتبات حابين أن تبوني يزور إيران قبل العهدة نهاية العهدة التاع والأمور راهي فيها ترتبات ترتب ولكن هناك ضغوطات بسبب لف غزة وكثير من الملفات الإقليمية وكذا 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 راهي راهي تشكل تحدي في ترتيب هذه الزيارة إذن إخواني الكرام زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر تم إلغاءها بسبب خلافات لأن إسبانيا مصر إصرار نهائي على موقفها تجاه قضية الصحراء وأن هذا الموقف لا يقبل النقاش ولا يقبل الحديث ولا يقبل المساومة لأنه موقف سيادي لدولة ذات سيادة ولا يمكن لدولة يحكمها تحكمها البيئة العسكرية أن تفرض نفسها على دولة مثل إسباني لذلك لا تصدق النظام الجزائري في دعاياته ولا أي شيء النظام الجزائري في هذه الفطرة هو في فطرة التسول أي موقف دبلوماسي يحسب لصالحه ويستغل أمام الجزائر في إطار التسويق اللي رح يبدأ ما يتأخر كثيرا بعد رمضان يبدأ العمل على التسويق لبضاعة العهدة التونية الثانية التي ستكون بلوى على الجزائريين في مجال حقوق الإنسان في مجال الحريات في مجال الاقتصار في مجال الدبلوماسية وفي كل المجالات بسبب عسكرة كل شيء من طرف عسكريين لا يميزون بقطبط ويقتلون الذبابة بالدبابة ولا يفرقون بين كوعهم وبوعهم والأزمات رايحة زالت ستأتي لأنه هذا النظام ما عنده لا دبلوماسية ولا عنده خلق رفيع في التعامل مع الجزائريين والقادم وأسوأ وكروا كلامي جديد